يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا يعني صلوا في بيوتكم فإذا لا تتخذوا قبوركم أو لا تجعلوا بيوتكم قبورا تحتملوا معنيين لا تدفنوا موتاكم في بيوتكم فاتصيروا قبورا أو لا تشبهوا بيوتكم بالقبور التي لا يجود الصلاة فيها بل صلوا في بيوتكم اجعلوا نصيبا من الصلاة في بيوتكم بل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وما سنت جماعته في المسجد هذا هو الأصل المكتوبة خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر هذه تصلى في المساجد إنما يعن مساجد الله من يؤمن بالله اليوم الآخر هذه تصلى في المساجد أما النوافل مطلقا فإنها تصلى في البيوت إلا ما سنت لها الجماعة كصلاة الكسوف صلاة الاستسقاء صلاة التراويح وقد صلىها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة لكنه خشي أن تفرض علينا وهذا أيضا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم فالقصد أن الأصل في الصلاة أنها في البيوت حتى تعمر البيوت بذكر الله سبحانه وتعالى